نحب أن نقدم للأخوة ترجمة هذا الإمام ولذلك يعني أن أنوان هذه الجلسة بيان ترجمة الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله سهب رسالتكم عملة الأحكام من كلام خير الأنام هذا الكتاب الذي تحفظونه فالحافظ قد ترجم له الأئمة الأئمة السير والتاريخ في كتبهم من هذه الكتب تذكرة الحفاظ والسير علام النبلة وشذورات ذهب والعبار وغيرها من الكتب فالإمام الحافظ رحمه الله في كتابه السير بيّن ترجمة أو قال في الإمام هذا كلام شافياً كافياً لا شك أنه يستحق ذلك قال الذهبي رحمه الله لي عبد الغني هو إمام عالم حافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسن ابن جعفر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي المنشاء الصالحي الحملي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى طبعاً الإمام هذا له الكتاب وعمدة الأحكام الكبرى والذي بألكم هذا صغرى عمدة الأحكام الصغرى كما سيأتي في بياني ضمن كتب هذا الإمام وقد وصفه الذهبي رحمه الله بكل أنواع الألقاب الحسنة فهو يستحق ذلك لا شك أن الإمام هذا يستحق ذلك ومن آدة الأئمة لمعرفة منزلة الإمام أو المؤلف الكتاب يقرؤون سيرته يقرؤون سيرة الإمام أو صاحب الكتاب الذين يريدون أن يقرؤونه أو يحفظونه ولذلك حتى عندما ندخل في شرح هذا الكتاب نبدأ مباشر يعني ما نحتاج إلى ترجمة هذا الإمام قال إمام الذهبي قال إمام لا شك الإمام أي من يقتدى به ناس وهذه اللفظة تقال لمن يعتقد بأقيدة أهل السنة والجماعة مهما إنسان يعني جمع علوم لا يقال إمام وإن وجد وإن وصل إلى درجة الحافظ نقول حافظ فقط ولا نقول إمام ولذلك قال الذهبي رحمه الله إمام الإمام عالم والآلم بأمور الدين المتصب بالعلم والمعرفة وكذلك الصادق القدوة العابد الأثري المتبع والأثري طبعا هذه نسبة إلى عنايته بالأثار بالأثر بالحديث كما سأتي بما بعد إن شاء الله اتنائي الحافظ بكتب الحديث